فنانين كتير جدا من فنانين الزمن الجميل انتهت حياتهم نهاية حزينة جدا ونهاية بائسة جدا بعد حياة الرفاهية والشهرة والأضواء حيث هاجمهم المرض والتقدم في العمر وسلب منهم صحتهم وجزء كبير من ذاكرتهم العقلية ومن أبرز هؤلاء الفنانين الذي انتهت حياتهم بشكل حزين جدا الفنانة الراحلة أمال فريد ولدت يوم 12 فبراير عام 1938 وتوفيت يوم 19 يوليو عام 2018 وكان وقتها عمرها 80 سنة حيث ولدت بالعباسية واعتزلت التمثيل عام 1969 وهي حصلة على لصنسة أداب قسم اجتماع كما أنها دخلت عالم الفن عن طريق مصابقة في مجلة الجيل وقدر الشحة للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور واكتشفها رمصيس نجيب وأول عمل مسلته كان مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم موعد مع السعادة ثم انطلقت بعد ذلك إلى السينما كما مسلت مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في فيلم ليالي الحب عام 1955 وكان وقتها عمرها 17 سنة كما مسلت أيضا مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ فيلم بنات اليوم عام 1956 ثم مسلت مع الفنان الراحل اسماعيل ياسين فيلم اسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات عام 1957 وأيضا مسلت فيلم حماتي ملاك مع الفنان الراحل يوسف شرف الدين والفنانة ماري مونيب وأيضا قدمت فيلم أم رتيبة مع الفنانة الراحلة ماري مونيب أيضا كما قامت بالبطولة مع الفنان صلاح زلفقار في فيلم نساء محرمات عام 1959 كما أنها اعتزلت الفن في أواخر الستينات بعد أن تزوجت من مهندس مصري يقيم في موسكو حيث اختفت عن الأنظار أعوام طويلة جدا ثم ظهرت قبل عام من رحلها وكانت في حالة صعبة جدا حيث كانت ظروفها المادية صعبة ومقيمة في دار للمسنين ومصابة بمرض الزهايمر إلى أن توفت الفنانة نادية فهمي من موليد القاهرة يوم 6 يناير عام 1950 وتوفيت يوم 14 فبراير عام 2019 وكان وقتها عمرها 69 عاما حيث أنها درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المصرحية في القاهرة وقامت بأدوار معرواض السينما المصرية الأوائل مثل الفنان محمود المليجي والفنان شكر سرحان والفنان زوزو ماضي كما أنها مثلت مجموعة كبيرة من المسلسلات ومن أبرز هذه المسلسلات مسلسل الخواجع عبد القادر عام 2012 كما أنها مثلت دول مهم جدا في فيلم شارع الموردي كما أنها قدمت أيضا مسلسل ساكن أصادي عام 1995 مع الفنانة سناء جميل والفنانة خيرية أحمد كما أنها قدمت مجموعة من الأفلام من أبرزها فيلم بارتيتا عام 2012 وأيضا مسلت فيلم الليلة الموعودة مع الفنانة كريمة مختار والفنان فريد شوقي كما أن الفنانة الراحلة نادية فهمي كانت متزوجة من الفنان سامح السريتي وأنجبت منه ابنتين ثم انفصلت عنه بعد فترة طويلة من الزواج كما أن الفنانة نادية فهمي كانت مصابة بمرض الزهايمر وأقامت في دار المسنين مدة طويلة قبل وفاتها إلى أن توفت في دار المسنين عام 2019 الفنان الراحل عمر الشريف ولد في الأسكندرية يوم 10 أبريل عام 1932 وتوفي يوم 10 يوليو عام 2015 وكان وقتها عمره 83 عاما وكانت بداية الفنية عندما التقى بالمخرج يوسف شهين وقتها علم بحبه للتمثيل وقدمه في دور البطولة أمام الفنانة فاتن حمامة في فيلم صراع في الوادي وبعد نجاح هذا الفيلم كون سنائي ناجح جدا مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ومثل معها عدة أفلام نجحة جدا ومن أبرزها فيلم أيامنا الحلوة مع الفنان عبد الحليم حافظ والفنان أحمد رمزي وأثناء تصوير هذا الفيلم جمعت قصة حب كبيرة جدا بين الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة وبالفعل تزوجه وأنجبه ابنهم طارق ثم مثل معها أيضا فيلم صراع في الميناء عام 1956 وفيلم لا أنام عام 1957 وأيضا فيلم نهر الحب عام 1961 وفي أواخر أيامه كان بيعاني من مرض الزهايمر حيث أعلن ابنه طارق أنه كان يتذكر أبرز وأشهر أفلامه وكان ينسى معارفه وكان وقتها مقيم بدار للمسنين بالقاهرة إلى أن توفى عام 2015 أثر أزمة قلبية حد الفنانة السورية هالا شوكت اسمها الحقيقي فاطمة تركان شوكت وولدت في سوريا يوم 18 مارس عام 1930 وتوفيت يوم 28 أبريل عام 2007 وكان وقتها عمرها 77 عاما كما أنها كانت بتحب الفن جدا منذ الصغر وبدأت شهرتها في دمشق وكانت أول زيارة لها لمصر في عام 1959 وقتها مسلت فيلم مواعد مع المجهول مع الفنان عمر الشريف كما أنها اشتهرت في سوريا بدور الأم الحنون وكانت في أواخر أيامها مصابة بمرض الزهايمر أيضا وأقامت في دار للمسنين وتدهورت حالتها إلى أن توفت عام 2007 الفنانة الرحلة فاطمة رجدي من موليد الأسكندرية يوم 15 فبراير عام 1908 وتوفيت يوم 23 يناير عام 1996 وكان وقتها عمرها 88 عاما كما أنها بدأت العمل عندما أسند إليها الفنان أمين عطلة دورا في إحدى المسرحيات التي تقدمها فرقته كما أنها أصبحت بطلة العدد كبير جدا من المسرحيات من أبرزها مسرحية الصحراء والقناع الأزرق والنصر الصغير والحرية ثم اتجهت للسينما وقدمت أول أفلامها وهو كان بعنوان فيلم فاجعة فوق الهرم عام 1928 وبعدها مثلت فيلم العزيمة مع الفنان الراحل حسين صدقي وهو فيلم من أنجح أفلامها كما أنها أيضا مثلت فيلم الطائشة وفيلم سمن السعادة والطريق المستقيم ومدينة الغجر والجسد حيث أنها تنقلت في العمل مع العديد من الفرق المسرحية حيث عملت مع عبد الرحمن رشدي وسيد درويش وعزيز عيد ويوسف وهبي كما أنها تزوجت ثلاث مرات وكان أول زوج لها المخرج عزيز عيد ثم تزوجت من المخرج كمال سليم كما أنها تزوجت من المخرج محمد عبد الجواد حيث أنها اعتزلت الفن في أواخر الستينات وعاشت بعيدا عن الأضواء مدة طويلة جدا وفي أواخر أيام حياتها كانت مصابة بمرض الزهيمر وعانت من الفقر الشديد بعد حياة الرفاهية والشهرة وتوفيت عام 1996 وكانت مقيمة في حجرة بأحد الأحياء الشعبية بالقاهرة لشدة فقرها الفنانة الرحلة زينب صدقي من موليد 15 أبريل عام 1895 وتوفيت يوم 23 مايو عام 1993 وكان وقتها عمرها 98 عاما والفنانة زينب صدقي ولدت في أسرة محافظة جدا ثم بدأت العمل في التمثيل عام 1917 وفي عام 1926 نالت الجائزة الأولى في التمثيل كما أنها عملت في مصرح رمسيس ومصرح الرحاني وفرقة عبد الرحمن رشدي ثم تبنت طفلة وظلت معها إلى بداية السبعينات إلى أن تزوجت في لبنان والفنانة زينب صدقي تزوجت مرة واحدة طول حياتها ولم تستمر هذه الزيجة إلا ستة شهور فقط وكانت حالتها المادية في أواخر حياتها سيئة جدا وأصابها مرض الزهايمر وكانت مقيمة أيضا في دار للمسنين وتوفيت عام 1993 أثر أزمة قلبي حد الفنان الراحل عبد العزيز ميكيوي من موليد القاهرة يوم 29 يناير عام 1934 وتوفي يوم 18 يناير عام 2016 وكان وقتها عمره 81 عاما والفنان الراحل عبد العزيز ميكيوي حاصل على بكاليريوس الفنون المسرحية عام 1954 وعده بنقابة المهن التمثيلية كما أنه شارك في أكثر من عمل فني ومنهم مسلسل أوراق مصرية عام 2003 كما أنه قدم دور مهم جدا في فيلم القاهرة 30 مع الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان الراحل أحمد مزهر وأيضا مثل في فيلم لتطفئ الشمس عام 1961 وأيضا قدم فيلم لوقت للحب عام 1963 كما أنه قدم دور مميز جدا في مسلسل العائلة مع الفنانة ليلى علوي حيث أنه مر بظروف صعبة جدا في سنوات حياته الأخيرة لأنه تحول من فنان مشهور إلى مشرد في الشوارع بلا مأوى وكان بالفعل بيتسول وده بسبب أنه أصبح مريض وقعيد وغير قادر على العمل تماما ولم يتدخر أي أموال للزمن تساعده على المعيشة كما تخلى عنه الوسط الفني بأكمله ولم يساعده أحدا أبدا وقبل وفاته بفترة بسيطة تم نقله إلى دار للمسنين حيث تمت إقامته في هذه الدار إلى أن توفى فيها عام 2016 وحقيقة هذا الفنان مر بظروف صعبة جدا ومؤلمة ومحزنة على النفس وإحنا بنتمنى الجميع الفنانين الذين رحلوا بهذه الظروف القاسية إن ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويرحم جميع موتى المسلمين اشتركوا في القناة